القائد الذي يقرأ ويتعلم ويتثقف ويحضر برامج يدرك جيدا بأنه ليس المفتاح المادي هو المفتاح الوحيد لتطوير المنشأة بل يقرأ في كثير من الدراسات المحلية العربية والعالمية التي تثبت بأن هناك مفاتيح أخرى يستطيع أن يعمل عليها القائد صحيح البعد المالي مهم ويجب أن يسعى القائد مع فريق العمل مع مجلس الإدارة مع القائمين على المنشأة إلى تأمين الإمكانيات المادية حتى يرتاح فريق العمل ويعملون بشكل جيد لكن مع ذلك هناك كثير من الفرص الواعدة التي يمكن أن يعمل بها بغير الخطة المادي اليوم لما نتحدث على قضية الجانب التحفيزية على سبيل المثال هناك دراسات كثيرة جدا تثبت بأن التحفيز المعنوي له مقدار ووزن في بعض الحالات يفوق التحفيز المادي هذا بالنسبة لفريق العمل أحيانا إشعار فريق العمل الشفافية وإشعار فريق العمل بالمأزق الذي يتمر به المنشأة وعدم تغييب المعلومة عنهم المأزق المالي المأزق النظامي أيما كان عدم تغييب المعلومة عنهم سيساعد بشكل كبير جدا على أن يتبنهم الموقف أيضا فهذا أيضا تأتي في قضية الشفافية والصراحة والوضوح مع فريق العمل فهي يعني ليست قضية المادة العامل الوحيد وإن كان هو عامل مؤثر ومهم لكن على الأقل نعمل على العوامل الأخرى حتى نجتاز مرحلة الضيق المادي ثم نعود مرة أخرى إلى النجاحات المختلفة عندما يتوفر المادي ترجمة نانسي قنقر